بسم الله الرحمن الرحيم وبيهنا السعين بنستكمل اليوم محاضرات flow through pipe وشوفنا احنا المحاضرات اللي فاتت مقدمة عن الموضوع وشوفنا ريونالدز نامبر وشوفنا منطقة الانترانس ريجونز النهاردة نتكلم على البيزيكس فلو ام بايب البيزيكس فلو يعني معناها انه سريان حقيقي وبالتالي لما اجا طبق برنولي اكويشن يبقى طبق المعادلة بتاعت السريان الحقيقي يبقى the real flow the physical effect is taken into account so when apply برنولي equations for pipe we choose firstly the data and apply the برنولي equations P1 على غاما زائد V1 تربيه على 2G زائد Z1 بتسوى P2 على غاما زائد V2 تربيه على 2G زائد Z2 زائد السميشن بتاع اللوصز اللي بتاحز نتيجة وجود الفريكشن سواء الفريكشن بين طبقات الماء او الفريكشن بين الليكوود وبين سيرفيس بتاع البايد انا الموضوع بالنسبالي هو هنا اللي هي ما يسمى بالفريكشن لوسيس دي ويهمني ازاي نعرف نحسبها طبعا هنذكر او ندي نبزة سريعة عن السريان لو عندي السريان لامينار فلو اول حاجة باجي بقول السريان عشان اشوف شكل بوستي بروفيل باخد element على شكل slender زي ما احنا شايفين قدامنا هنا وبطبق القوانيب بتاعتنا فور لامينار فلو بيبقى الشيري ستريس تاو بتسوى ميو في دي يو باي دي يو انا بطبق على سيركلر فاندي ار يبقى انا يا نوات البيب عندي بتبقى الاكوشن دي تبقى تاو مينس ميو في دي يو على دي ار لما اجبص لي الفورس اللي موجودة عندنا انا عندي فيه بريشار فورس وعندي فيه شير فورس بطبق الاكوشن بتاعتنا انه الشير فورس بتساوي البرشار فورس في حد الاكوليبريام هوصل الى المعادلة الى انه التاو بتساوي دي بي على ال فيه ار على اتنين بعمل اكويتنج لي المعادلتين مع بعضيهم بحصل في النهاية على انه اليو بتساوي دي بي على ال على اتنين يو فيه التكامل من ار الى ار لان انا عندي بكامل المعادلة بتاعته الانتجرال فورس دي فورس بروفايل عند الار بتساوي صفر عند السنتر الار بتساوي كابتال ار عند البيبول بصل الى شكل اللي موجود قدامنا ده اليو تساوي دي بي على 400 في R square minus R square حيث الدي بي ده مقدار تغير في الضغط وإحنا ملعشان يحدث الصراعين عندي لازم يكون فيه عندي pressure difference ال L طول بتاع البيب اللي أنا بتكلم عليه ال R الريدس بتاع البيب و L small r اللي هي distance measured from center line of the pipe يبقى أنا عندي عندما ال R small d بتساوي 0 يبقى أنا عندي center line بتبقى ال U عندي maximum ده ما احنا شايفين كده عند R بالساوي 0 ال velocity is maximum وهذا ال velocity profile اللي هو رسمناه أهو قدامنا بتلاقي عند ال center line هنا ده الماكسمم عندنا وده شكله parabوليك يبقى ال V maximum db على 400 في R square لو عوضت يديني ال velocity profile distribution ال U بتساوي V maximum في 1-R square على R ال average velocity قدر أحسابها برضو يبقى في حالة ال laminar بلاي انه V average بتساوي V maximum على 2 انت عندك V average ساوي Q على A بتعوض وبتكامل بيطلع عندي هذه المعدلة يبقى أنا شفت شكل ال velocity profile وده بيديني ال velocity عند أي نقطة وشكل V average وشكل V average بتاعتنا اللي بتبقى عبارة عن V maximum على 2 كمان اتلاحظ حاجة ايه انه الشيري ستريس عند السنتر بصفر الشيري ستريس ماكسمم عند الجدار بتاع البايف وده زي ما احنا اخذنا في تطبيقات تاعت نيوتين لغل التيربلانت فلو عندنا بيتميه زي ما قلنا بلكده ان اليو عبارة عن يومين زائد يوفلاكتواشن وبالتالي شكل الروسي في التيربلانت بيختلف عن شكله في حالة اللامنر كذلك شكل توزيع الشيري ستريس بيختلف في حالة التيربلانت عن حالة اللامنر يبقى أنا عندي الشيري ستريس توتال عبارة عن تاو لامنر زائد تاو تيربلانت اللي بتعطى بالعلاقة التاو بتساوي ميو زائد إبساي في دي يو باي دي واي حيث إبساي دي بنسميه اليديفيز كوستي وهذا الكلام انت هتدرسه بالتفصيل لما ندرس تيربلانت في لو في القرص القادم احنا بالنسبة لنا في معادلات كتير جدا بتعبر عن شكل توزيع الفلسي بروفايل في حالة البرانت أشهرها ما بنسميه اللي هو الوان سيفنز باور لو اللي هو بديني اليو يو على اليو ماكسمام بتساوي على ر أس صوب اليو واي دي السرعة عند أي مسافة واي اليو ماكسمام السرعة عند السينتر لاين والر الريديس ودي بنسميها براندل وان سيفنز لو ودي هندرس بالتفصيل إن شاء الله في فلوالتور يبا احنا شوفنا مقدمة هنا برضو عن إزاي أنا بطلع شكل في حالة الليمير وشكل في حالة التيربلانت ونلقاكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله